يا مساء الوردة على حباب قلب الغليين يا رب كلكم تكونوا بألف صحة وخير راجعين بوصفة قوية جدا من وصفات العيد وصفة يمكن كتير بيغلب فيها وبيخاف شوية يعملها لكن النهاردة هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة هنعمل النهاردة اللحمة البردة وهنقولي ازاي تختاري العرق الصح لعمل اللحمة البردة هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة هتطلع معاك بنتيجة مفيش احلى ولا اجمل ولا ارواح اللحمة البردة بتبقى من الاطباق المميزة والحلوة جدا خصوصا في عيد الاطحى ولو عندك عزومة كمان النهاردة هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة في الله بينا نسمي الله ونصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ورق او قلم وبسرعة اكتبيه وراء اول حاجة كده ايه هو افضل عرق علشان اقدر اطلع منه اللحمة البردة العرق اللي هنستخدمه النهاردة هو العرق التريبيانكو العرق التريبيانكو بيبقى سعره تقريبا بنفس سعر اللحمة فيه منه بيبدأ من اول كيلو وربع لحد مثلا حوالي اثنين كيلو اللي ربع هو وزنه ما بيبقاش كبير انا بجيبه من عند الجزار لو الجزار سكة ما بخسلوش لو انت شك فيه بتديله شطفة بسيطة كده تحت الحنفية لو فيه اي شغت او اي جلد او اي زوايد فيه طبعا زي ما شفنا في الاول بحاول اطلعها منه او بحاول اشفيه بعد كده ببدأ الفه بالدبارة زي ما احنا شفنا كده بلفه او بربطه الاول من تحت وبعد كده بلفه بالطول مرتين وبعد كده بلفه بشكل دائري زي ما شفنا وفي اخر حاجة بنربطه معايا هنا بقى في الطبق ده ملح وفلفل اسود وروزميري كمان هبدأ افتح العرق التاعي بعد ما بربطه علشان ما يتهريش منك بعد ما بتربطي او بعد ما بتكتفيه ابدأ اعملي فيه فتحات هندخل فيها شوية من الملح والفلفل والروزميري جوه الفتحات دي هندخل كمان فيها فصوص من التوم فصوص التوم دي بتبقى حسب الرغبة لكن الاساس فيها هو الملح والفلفل والروزميري لو فيه روزميري فريش بيبقى افضل طبعا انا ما كانش عندي فريش فكان عندي اللي هو المجفف ده فاستخدمته عادي جدا وكويس جدا معي تمام بابدأ اهو احشي كده بالشكل اللي احنا شايفينه ملح بفلفل بروزميري وكمان احط فيه فصوص من التوم ومن بره بابدأ ادعاكو زي ما احنا شايفين كده بقيت الملح والفلفل لو خلص منك بتديله رشة ملح على رشة فلفل كده وتدعاكي بيه كويس جدا وبسيبه في التلاجة لمدة حوالي ساعة بعد الساعة دي بحضر بقى طاص على النار او جريلا او صنية بحط فيها معلقة من السمنة وكمان معلقتين من الزيت وهبدأ احمر العرق بتاعي تمام اتأكد ان الطاصة سخنت معي كويس واول ما ينزل كده في الطاصة او في الجريل يعمل معيك صوت الترقاعة الجامد الحلو ده هبدأ اشوح فيه في كل الجهات بتاعته لحد ما بياخد معي لون وصدمة حلوين جدا طبعا تخلي بالي كنت شغالة في الخطوة دي لان ممكن تترتاش كده تتلسع كده فخلي بالكو كويس جدا اللحمة البردة بيتقدم معاها دايما صوص اسمه صوص الديمجلاس انا ما عملتوش النهاردة لان العرق بتاعي كنت عملته واحتفاصت به في الفريزر تمام لكن انت لو هتعمليه وهتكليه تاني يوم او هتقدميه تاني يوم فانت الافضل ان انت تقدمي معاها طبعا صوص الديمجلاس هبدأ بقى احمر العرق بتاعي كده على كل ناحية شوية لحد ما ياخد معايا لون احمر حلو كده من لون التحمير الجميل تمام اتأكد كده ان انا بشوح فيه مين وشمال ومن الجنب ده شوية ومن الجنب ده شوية ما تقلقيش على الخيط او الدبارة ما تقلقيش عليها مش هتتقطع مش هتجرالها اي حاجة اهو بصوا لازم يتحمر معايا كويس جدا شايفين وصل معايا لللون ازاي لون كده احمر جميل بكون بقى محضرة على العين التانية معايا او على النار بكون محضرة حلة فيها ميا وهقولك على الاضافات اللي انا هضفها انا مش هعمله في الفرن انت لو حابة تعمليه في الفرن بتحطيه بعد ما بتحمريك كده في صنية فيها شوية ميا وفيها بوكي جرنيقة وشوية خضار كده متقطع وبتغطيه كويس وبتدخليه استوي في الفرن لكن انا النهاردة مش هسوي في الفرن هسوي على النار معايا اهو حلة كده فيها شوية ميا وهحطها تغلي على النار وهضيف فيها بسلطين وطمط ميا وفلفل اسود وبهرات وحبان وقرنفل وعود ارفة وورق لوري تمام هنضيف الكلام الجميل ده لو عندي الجزارية كمان ده فيها هضيف الكلام الجميل ده يغلي معايا في الميا واول ما هيغلي هنزل فيها على طول عرق التريبيانكو بتاعي كل كيلو من عرق التريبيانكو بياخد معايا ساعة سوى على النار او في الفرن لو الفرن درجة حرارته عالية فوق المتين كمان تمام فهو بياخد معايا كل كيلو بياخد ساعة يعني لو العرق معايا كيلو وربع هياخد ساعة وربع انا العرق اللي كان معايا ده كان اتنين كيلو الى ربع فاخد معايا حوالي ساعتين اه سوى طبعا باجي في نص التسوية بضيف الملح والفلفل الاسود وبهرات معايا انا بسويه الاول لمدة ربع ساعة على نار عالية وبعد كده بسيبه بقيت مدة التسوية على نار هادية بابدأ بقى بعد كده اختبره بالسكينة لو دخلت معايا بسهولة يبقى هو كده استوى بعد كده بقى بخرجه وباسيبه لما بيبرد خالص وببدأ اشيل من عليه اي خيط تاني طبعا ما فكرش ان انا لاقطع خيط عليه او اللي هو الضبرة ده طبعا طول ما هو سخن ما فكرش دايما ان انا اقطع الضبرة من عليه او ان انا اقطعه لازم لازم ان انت تشيلي من عليه الخيط طبعا هو هنا في حتة جلدة من اللي عليه اتشالت مني فمش مشكلة هبدأ اشيل بقى من عليه اي دبارة او اي خيط ونضفته بالشكل الجميل اللي احنا شوفنا ده هو طبعا بارد معايا لكن مبردش ده الدرجة الكافية هعمل بقى فيه ايه دلوقتي هبدأ الفه في ورق زبدة وبعدين في ورق فويل وهدخله في التلاجة معايا لمدة ليلة كاملة او تاني يوم هبدأ اطلعه هبدأ اقطعه ولو عايزة تحتفز بيه في الفريزر بتحتفز بيه عادي جدا اهو بقى معايا بالشكل ده احتفز بيه في التلاجة او تاني يوم طلعته بقى معايا بالشكل ده نفتحه بقى كده ونشوف بسم الله شايفين بقى متماسك معايا تحسوا ان هو شكل وطعم وريحة البسطرمة والله حلو جدا جربوها يعجبكو جدا هبدأ بقى دلوقتي اقطعه انا كنت بقطعه هنا في الطبق لكن الطبق مريحنيش في التقطيع فهاخده اقطعه دلوقتي على البلانش بصو بيتقطع معايا بسهولة ما بيفرولش ما بيتهريش بالعكس معايا سلس جدا وحلو جدا بس الطبق مريحنيش في التقطيع هبدأ اقطع معاكو على البلانشة طبعا السكينة تكون حمية معاكي وتقطعي فيه بالشكل الجميل ده على قد ما تقطعي على قد ما ترقققي يعني ما تخليش قطع اللحمة معاكي سميكة حاولي ترقققي على قد ما تقدر اهو شايفين شكله طالع تحفة حلو جدا الشريح متماسكة مش مهري معانا بالعكس طالع حلو جدا شايفين شكله حلو قد ايه جربوا بقى ان شاء الله هيعجبكو دي اللحمة البردة زي ما قلنا بتتعمل بعرق تريبيانكو بتروح للجزار وتقوليله عايزة عرق تريبيانكو وتحاولي تخليه نضفولك من اي شغط او عروق فيه تمام ده بقى كان فيديو النهاردة اجربوا وصفة النهاردة دي تاني يوم العيد معاك وهتبقى حلوة جدا وهتعجب كل اللي في البيت معاك وان شاء الله ما تنسوش بقى تحط لايك للفيديو وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب ايموتشانل اشوفكم على خير وكل سنة وانتم طيبين باي باي